سوق الاتصالات في مناطق سيطرة النظام بعد أن كان محتكراً بيد ابن خالي رئيس النظام رامي مخلوف لسنوات طويلة ومتلاها من تطورات تتمثل بإقصائه من المشهد الاقتصادي جاءت شركة أمتيل لملء الفراغ الذي أوجدته أسماء الأسد من نفسها بهدف التحكم بهذا السوق وما يفرزه من عوائد مادية كاميرا تلفزيون سوريا تابعت تفاصيل سيطرة الشركة أمتيل على سوق الاتصالات خصوصاً في مدينة حلب عبر قرارات كان آخرها منع بيع وشراء الهواتف المستعملة إلا بشرط أن تحمل لساقة شركة أمتيل تحت طائلة العقوبات والغرامات بحجة دعم التهريب وسبقها إجبار الشركة للمحال على شراء وتسويق إكسسوارات الهواتف المحمولة والشواحن والملحقات الأخرى التي تنتجها أحد أصحاب محال بيع الهواتف النقالة في حي الجميلية قال لنا إن القرارات الأخيرة تصادرة عن الشركة المذكورة جاءت بعض هبوط المبيعات فيها واتجاه العديد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى شراء الهواتف القادمة من مناطق سيطرة قصد والعراق على الرغم من أنها غير مجمركة فإنها أقل سعرا من تلك التي تباع في صالات أمتيل المصدر تابع أنه عقب القرارات الصادرة بأوامر من زوجة رئيس النظام بدأت الخسارات المادية تتضاعف عند أصحاب بيع وصيانة الهواتف النقالة مما اضطر العديد منهم إلى ترك المهنة أو إغلاق محالهم إلى حين تعديل القرارات أو إيجاد حلولا مناسبة بالنسبة لهم إذن إلى أين سيصل نفوذ أسماء الأسد في قطاع الاتصالات خصوصا مع إدراكها للأهمية المالية لهذا القطاع في إطار حرص النظام على ضبط ما تبقى من موارد الدولة ولخزينته الشخصية شكرا